شكرا لمعلقنا المتميز تامر عبد السلام بسلاسية نظيفة تنتهي مباراة شباب الأهل أمام شباب طلاع الجيش ويواصل للأهل اعتلاء صدار الدوري الجمهورية الهدف الأول في الدقيقة 23 عن طريق المهاجم سمير محمد وفي الدقيقة 28 يسجل الأهل الثنائية عن طريق عبد الرحمن شريف لينتهي أشروط الأول بثنائية نظيفة لصالح شباب الأهل وفي الشروط الثاني مع نهاية المباراة في الدقيقة 83 يسجل سمير محمد الهدف الثالث للنادي الأهل والهدف الثاني له من متبعة جيدة لتنتهي مباراة شباب الأهل أمام شباب طلاع الجيش بثلاسية نظيفة ويواصل الأهل اعتلاء صدار الدوري الجمهورية نروح لملعب المباراة ولقاءات ما بعد ترجمة نانسي قنقر